موسيقى الرئيس السيسي يواجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثماني مدبولي يؤكد أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة أولوية للحكومة في هذه المرحلة في اليوم العشرين للعملية الروسية في أوكرانيا روسيا تعلن السيطرة على خيرسون بالكامل وأوكرانيا تفرض حذرا للتجوال بكياذ أثلت مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية المفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة مع سعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لتقل عن ستة أشهر كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرات الجديدة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع وتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت كما وجه الرئيس السيسي بتنصيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوزراء مصطفى مدبولي تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأذلك خلال استقباله وفدا من أعضاء مجلس حوكمة برنامج جسور التجارية العربية الإفريقية وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر للمشاركة في الاجتماع الثالث للمجلس وخلال هذا اللقاء شدد مدبولي على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تدعيات كورونا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع عدد من مقاتلي قوات حرس الحدود وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالية والنفيسة من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتله حرس الحدود كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود كما أضار حواراً مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها فضلاً عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب وشهدت زيارة نشاطاً مكثفاً للوفد البرلماني المصري تضمن عقد سلسلة من المباحثات الموسعة مع كل من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتية حيث تناولت تلك المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني كما تم استعرض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي تستمر لمدة ثلاثين يوما تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومدريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ستين في المئة وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وللمزيد حول مبادرة وزارة الداخلية انضم إلينا مراسل التلفزيون المصري عبدالله بركات عبدالله هل لك أن تنقل لنا فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي تطلقها حاليا وزارة الداخلية بالفعل رهام نحن داخل إحدى السلاسل التجارية المشاركة في هذه المبادرة وهي ضمن مجموعة من السلاسل التجارية أو أفرع السلاسل التجارية المشاركة والتي تصل إلى حوالي 993 فرع على مستوى الجمهورية الهدف الرئيسي هو توفير السلع الأساسية وكافة احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% ما بين 30% إلى 60% على بعض السلع السلع غزائية استراتيجية مختلفة وكذلك السلع التي يحتاجها البيت المصري والسلع التي ترتبط بشهر رمضان المباراة وزارة الداخلية أطلقت هذه المرحلة بالتنصيق مع كبرى السلاسل التجارية والشركات التجارية المتخصصة وأيضا الكائنات الصناعية الكبرى بهدف توفير السلع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المباراة أهمية هذه المبادرة في مرحلتها الثانية والعشرين تعتبر هي المرحلة الأهم من بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية أنها تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية بتحتاج إلى تكاتف كافة الجهود من قبل الدولة ومن قبل جميع أجهزة الدولة لتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين داخل هذه السلسلة التي نحن بصددها أو ننقل منها على الهواء مباشرة يمكن نموذج لبعض الأسعار اللي هي موجودة هنا أسعار إحدى السلع الاستراتيجية بتوصل فيها نسب التخفيض إلى حوالي 30 بيئة المائة هذه السلع التي يحتاجها البيت المصري بتتوفر وبكميات كبيرة أيضا داخل هذه السلسلة التجارية المشاركة ضمن عدد كبير من السلاسل التجارية كما أشرنا معنا الحاج صالح عبد الحميد صاحب السلسلة التجارية كلمنا عن المشاركة وأهميتها ومدى وفرة السلع فيها المبادرة دي المبادرة الـ 22 اللي احنا فيها المبادرة بتكون متواجدة فيها كافة الأصناف اللي هي الأصناف اللي بيحتاجها البيت المصري وبتكون متوفرة لدى الشهر المبارك اللي هي أهمها الرز المكارونة الحاجات اللي هي بتكون متواجدة داخل البيت المصري أو تحديدا اللي بيحتاجه الأسرة المصرية كافة يعني دي المبادرة الـ 22 اللي احنا بنكون متواجدة المبادرة أهميتها أن هي تزبط الأسعار لدى التجار أن هي ما بتخليش تعلي على السلاسل التجارية الأسعار أو تستغل الفرص بالتلاعب بمناسبة شهر المعظم شهر رمضان فبتبدأ تيجي المرحلة أن احنا بيكون المبادرة دي أهميتها أن احنا ما نكونش يدونا الحاجة بسعر نقدر نبحها للمواطن أو نوصلها للمواطن بهامش ربح بسيط حتى يتمكن المواطن من شرق كافة المستلزمات البيت بمناسبة شهر المعظم الوفرة في الاحتياجات من السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة فيه وفرة وبكميات كبيرة يعني المواطن بيتطمن أنها فيه كميات كبيرة يعني اللي بيحتاجوا بيشتري آه طب موجود كل ما هو يلزم البيت المصري كسلع استراتيجية وأساسية كافة موجودة لغاية شهر رمضان وموجودة بكميات وبكميات متوفرة جدا ما فيش أي حاجة يعني نقصة أو حاجة كل موجود زي ما حداك شايف كل الأصناف متواجدة وكل الأصناف بتاعة البيت المصري متواجدة بكافة بزيادة بموجودة بالأجبال بتاعها حتى شهر رمضان بالكامل يعني ده بالمقارنة بمثيلاتها في الخالج الجودة طبعا السعر السعر رقم واحد مع جودة عالية يعني السعر رقم واحد مع جودة عالية رقم اتنين اللي بتيجي يدرها انه هو ظبط الأسعار مع التجار الأسسيين لهم اللي بييتجشعوا في غلط في غلل الأصناف وإيه اللي هي بتاعة الأصناف اللي هي بتبقى الأسسية حضرتك عارف ان ده شهر رمضان كل التجار اللي هي بتستغل الظروف عشان خاطر تتعلل اسعار لا هنا بيبقى فيه control stop حاول ان انت تعمل stop وان انت تبيع بهامش ربح بسيط انت بتكسب طول السنة فما تجيش على شهر يكون فيه وفرة بيت مصري او وفرة تقول لا اصل ما فيش بضاعة او ما فيش اسعار تعلق او كده يعني بالفعل هنشير هنا شكرا للحق الصالح بنشير ايضا ان السلسلة موجودة في احدى المناطق الشعبية او الموجودة بمحافظة القليوبية وهي شبراء الخيمة وبالتالي بيستفيد اعداد قاعدة كبيرة من المواطنين من هذه المبادرة مبادر كلنا واحد اللي حرصت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية ان تطلقها في هذه المرحلة وفي ظل المتغيرات الدولية سلاسل التجارية المشاركة بالفعل موضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت ليسهل على المواطنين الوصول اليها اضافة الى السلاسل التجارية المشاركة ايضا في المبادرة هناك ايضا منظومة امان التابعة لوزارة الداخلية مشارقة ايضا بمنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المبادرة اضافة ايضا الى توجيه قوافل من السيارات المتنقلة الى المناطق الاكثر احتياجا وكذلك المناطق الحضارية الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين والتي تتزايد ايضا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بخاصة من السلع الرمضانية المختلفة مبادرة هي الاهم على الاطلاق من بين المراحل وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظره الماليزي سيف الدين ابن عبد الله موضوعات التعاون السنائية في اطار العلاقات المتميزة بين مصر وماليزيا وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك جاء هذا في اطار جولة شكري الاسيوية التي تشمل ايضا سنغافورة واندونسيا وباكستان وبعد اللقاء عقد الوزيراني مؤتمرا صحفيا لعرض اهم ما تناولته المباحثات الرسمية خلال زيارته الحالية لماليزيا ضمن جولته الاسيوية بحث وزير الخارجية سامح شكري مع الوزير الاول وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية قدما نحو افاق ارحب وذلك في اطار مواصلة العمل على تطوير كافة اوجه العلاقات بين مصر وماليزيا كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير البيئة والمياه الماليزي توان ابراهيم وذكرت وزارة الخارجية ان اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن اهم الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وسبل تعزيز التنصيق بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولا الى المؤتمر خاصة في القضايا ذات الاولوية للبلدين اعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على كامل اراضي مقاطعة خرصون جنوبي اوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينوف قال ان القوات الروسية استولت ايضا على نقطة حصينة شمال العاصمة كييف واضف انه تم اسقاط طائرتين اوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية اوكرانية بالاضافة الى العصور على عشرة انظمة صواريخ غافلين المضادة للدبابات وغيرها من الاسلحة غريبة الصناع اعلن عمدة العاصمة الاوكرانية كييف وفيتاليا كليتشكو فرض حظر تجول في المدينة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس شدد كليتشكو على عدم التنقل في انحاء كييف او الخروج من المنازل باستثناء الذهاب الى الملاجئ وشهدت كييف صباح اليوم عدة انفجارات في مناطق مختلفة جراء القصف الروسي المتواصل كما دوت سفارات الانذار في قلب العاصمة فيما استهدف القصف الروسي مدينة خاركيف اصفر قصف النطالة احياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الاقل وفق ما اعلنت اجهزة الطوارئ الاوكرانية وذكر جهاز الطوارئ الاوكراني ان جثتين انتشلتا من تحت انقاض مبنى مكون من 16 طابقا في حي سيبيا توشانسكي مضيفا انه تم انقاذ 27 شخصا في نفس الموقع كما تعرض مبنى سكني آخر في منطقة بودلسك الى هجومن وتصعدت حدة المعارك في الايام الاخيرة في محيط كييف فاصبحت محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية التي بدأت العملية العسكرية على اوكرانيا في 24 فبراير تتواصل العملية العسكرية الروسية في الاراضي الاوكرانية لليوم العشرين على التوالي مذ بدايتها في 24 فبراير الماضي في الوقت نفسه ما زالت لقاءات التفاوض بين الجانبين مستمرة دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وطيرة العمليات العسكرية او حتى تأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الاوكرانيين عشرون يوما على بدء المعارك فوق الاراضي الاوكرانية ولا يزال دوي القصف اعلى من صوت العقل عشرون يوما من المواجهات بين القوات الروسية والاوكرانية ولا تزال ارض المعركة صاحبة الكلمة العليا وسط محاولات خجولة داخل الارواقة الدبلوماسية لوقف القتال وحماية المدنيين مجلس الامن الدولي شهد امس جلسة جديدة لبحث تطورات الازمة بمشاركة منظمة الامن والتعاون الاوروبية لم يتوصل المشاركون في الجلسة الى جديد فقد تبادل الجميع الاتهامات فقال مندوب روسيا لدى الامم المتحدة ان حرب معلومات واسعة النطاق تشن على بلاده مجددا في الوقت نفسه تجزئة مسألة الامن في اي محادثات مقبلة مع الغرب تصريحات رد عليها رئيس منظمة الامن والتعاون بالقول ان دول شمال الاطلنطية لا تشكل تهديدا لروسيا فيما اتهم مندوب اوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلاده اما على صعيد التفاوض بين الجانبين الروسي والاوكراني فلا تزال الجولات تعقد تباعا حتى وصلت الى اربع جولات حتى الان دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وطيرة العمليات العسكرية او حتى تأمين فتح ممرات امنة لمغادرة الاوكرانيين وفيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض ان بلاده ستواصل المحادثات مع اوكرانيا يوميا عبر الفيديو قال مستشار في وزارة الدفاع الاوكرانية ان هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الجانب الروسي معربا عن مخاوف حقيقية لدى حكومة كييف من استخدام موسكو للسلاح الكيموية وعلى صعيد الرسائل المتبادلة بين روسيا والغرب قال المتحدث باسم الكريملين ان امكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الراهن فيما اكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن يتمسك بالعمل مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لمساعدة اللاجئين الاوكرانيين نفت وزارة الدفاع الامريكية وجود قوات امريكية في قاعدة يافوريف التي تعرضت لقصف روسي وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قال ان القوات الروسية استهدفت القاعدة الاوكرانية بصواريخ كروزا بعيدة المدى واشار كيربي الى ان تعثر القوات الروسية في اوكرانيا يعود بشكل اساسي الى المقاومة والعقبات اللوجستية التي وجهتهم مشددا على ان الاجواء الاوكرانية متنازع عليها وان الدفاعات الجوية الاوكرانية تعمل بفعليتنا قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان استمرار المفاوضات حول الضمانات الامنية في سياغتها السابقة بات امرا صعبا للغاية يأتي ذلك فيما قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زالنسكي ان المحادثات تنضي بشكل جيد للغاية مضيفا خلال كلمة مصورة له ان وفد بلاده يسعى لانهاء الحرب والتوصل الى سلام مع الجانب الروسي وكانت هناك عدة جولات من المفاوضات بين موسكو وكياب خلال الايام الماضية اخفقت في حلحلة الازمة وانهاء الحرب التي بدأت قبل عشرين يوما وانعكست تداعياتها على العالم اجمع رجح مستشار برئاسة الاوكرانية انتهاء العمليات العسكرية الروسية في بلاده بحلول اوائل مايو المقبل مع نفاد ما لدى روسيا من موارد للهجوم واوضح المسؤول الاوكراني خلال مقطع مصور انه بعد ابرامي اتفاق سلام بين موسكو وكياب يمكن ان تظل هناك اشتباكات صغيرة لفترة مشيرا الى انه من السيناريوهات المحتمل ايضا اقدام روسيا على ارسال مزيد من المقاتلين الاجانب لمساعدة القوات الروسية في عملياتها العسكرية يتوقع رؤساء وزراء بولندا واتشيك وسلوبينيا الى اوكرانيا في زيارة لكييف اليوم من المقرر ان يقوم خلال هذه الزيارة بلقاء رئيس اوكرانيا فولادمير زلناسكي كممثلين عن المجلس الاوروبي كما سيلتقي رؤساء حكومات الدول الثلاث مع رئيس وزراء اوكرانيا دانس شمغال لبحث تطورات الاوضاع في البلاد وفق الاتحاد الاوروبي رسميا على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على اوكرانيا وتشمل حزمة العقوبات حضرا على الاستثمارات في قطع الطاقة وصادرات السلع الكمالية واردات منتجات الصلب وقالت المفاوضية الاوروبية انه سيتم ايضا فرض حضر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين ومن المقرر ان تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مدينة ماريو بول المحاصرة من ناحية اخرى اعلن حاكم منطقة ريفن الشمالية ارتفاع قتل القصف الروسي على برج التليفزيون في المنطقة الى 19 قتيلا على الاقل اعلنت الوزيرة الفرنسية المفاوضة لشؤون المواطنة مارلين شبايا استقبال فرنسا لـ 15 الفلاق اوكراني حتى الان منذ بدء العملية الروسية الاوكرانية واوضحت انه تم وضع نظام للحماية الاوروبية المؤقت سيتم تطبيقه الاول مرة للاجئين الاوكرانيين يسمح لهم بالعودة الى وطنهم اذا رغبوا في ذلك وكانت شيابا قد اعلنت في وقت سابق وصول اللاجئين الفرين من اوكرانيا الى اوروبا الغربية مشيرا الى انه تم انشاء موقع على شبكة الانترنت للشعب الفرنسي لتطوعي للصدفة العائلات الاوكرانية اعلنت وكلة حرس الحدود البولندية ان نحو مليون وثمانمائة وثلاثين الف اوكراني دخل البلاد منذ بدء العمليات العسكرية الروسية افادت الوكالة بان امس الاثنين شهد دخول واحد وسبعين الفا وستمائة لاجئ الى البلاد واشار راديو بولندا الى ان معظم من عبروا الحدود من اوكرانيا هم مواطنون اوكرانيون كما يوجد بين اللاجئين مواطنون ينتمون لدول من قارتي اسيا وافريقيا اعلنت اليابان السمح للنازحين الاوكرانيين بالعمل في البلاد وذلك في اطار استجابتها للازمة الانسانية واوضح وزير العدل الياباني ان السلطات ستسمح للاشخاص الذين تم اجلاؤهم وحصلوا على اقامة قصيرة الاجل بتمديد تأشيراتهم لمدة عام واحد مضيفا ان هذا التعديل من شأنه ان يمنحهم الاقامة والحق القانوني في العمل اكدت وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن تراقب اي دعم قد يقدم الى روسيا من الصين سواء كان دعما ماديا او اقتصاديا او ماليا اشار المتحدث باسم الوزارة تيد برايس الى ان الولايات المتحدة قد اوضحت لبكين دواعي قلقها من احتمالية تقديم مساعدات الى روسيا مضيفا انه تم ابلاغ الصين ان واشنطن لن تقف مكتوفة الايدي ولن تسمح لأي دولة بتعويض موسكو عن خسائرها تحية لكم من جديد طمأنة الحكومة البرازيلية الولايات المتحدة بانها ستزيد انتاجها النفطي في قرار قد يسهم في التخفيف من حدة المخاوف حيال امدادات الخام العمالية بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتعد البرازيل من بين اكبر عشرة منتجين للنفط في العالم اذا تندق نحو سلاثة ملايين برميل يوميا وتبحث الادارة الامريكية عن سبل لتخفيف الضغط عن اسعار النفط والتي كانت مرتفعة في الاساس قبل بدء العملية العسكرية الروسية وزادت بعد اعلان واشنطن عن حضر واردات الواقود الاحفوري من روسيا حذر صندوق النقد الدولي من ان العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا اغرقت كييفا في ركود غير مسبوق مشيرا الى ان الازمة تعرض الامن الغذائي العالمي للخطر توقع صندوق النقد ان ينكمش الاقتصاد الاوكراني بنسبة تصل الى 35% اذا استمرت الازمة في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا يدق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر من تداعيات تلك الازمة وتابعاتها على الاقتصاد العالمي ازمة دفعت الصندوق للتحذير من غرق كييف في ركود اقتصادي غير مسبوق كما يعرض هذا الصراع الامن الغذائي العالمي للخطر وفي تقرير له توقع صندوق النقد انكمش الاقتصاد الاوكراني بنسبة تصل الى 35% اذا استمرت تلك الازمة دون ايجاد حل سريع وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي سينكمش الناتج المحلي الاجمالي الاوكراني كحد ادنى حوالي 10% عام 2022 مع فرضية حل سريع للازمة وبفضل المساعدة الدولية وفي حين بلغ النمو في اوكرانيا العام الماضي 3.2% مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات تغير الاقتصاد الاوكراني بشكل جذري للخسائر بعد العملية العسكرية وكان المستشار الاقتصادي للرئيس الاوكراني قد قدم في العاشر من مارس تقديرا اوليا للاضرار بلغ 100 مليار دولار الازمة الاوكرانية القد بظلالها ليس على الاقتصاد الاوروبي فحسب بل امتدت خلال اقل من ثلاثة اسابيع الى جميع انحاء العالم لترتفع اسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة بشكل حاد يأتي هذا في حين اعلن البنك الدولي عن اتاحة 200 مليون دولار في تمويل اضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في اوكرانيا اضافة الى 723 مليون دولار وافق عليها الاسبوع الماضي ويعد تمويل جزءا من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار اعلن البنك الدولي في السابق انه يستعد لتقديمها لاوكرانيا على مدار الاشهر المقبلة نقلت وكالة رويترز للانباء عن مسؤولين خليجيين قولهما ان مجلس التعاون الخليجي يدرس امكانية دعوة قوات الحوث واطراف يمنية اخرى لاجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر وقال المسؤولان لرويترز ان دعوات رسمية سترسل في غضون ايام لاجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب واضافا ان المشاركين من قوات الحوثي سيكونون ضيوفا على الامين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض للمشاركة في المحادثات المقرر ان تتم في الفترة من 29 من مارس الجاري وحتى 7 من ابريل اعلنت وزارة الدفاع الهندية اجراء مراجعة خاصة بانظمة الاسلحة وذلك في اعقاب اطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان الاسبوع الماضي وقال وزير الدفاع ريجينات سينجا امام البرلمان ان الاولوية القصوى في الوقت الحالي تكمن في مراجعة اجراءة السلامة والامن لانظمة الصواريخ واكتشاف اي خلل للعمل على تصحيحه على الفور مشيرا الى ان السقوط الخاطئ للصاروخ على باكستان حدث او حدث خلال اعمال الصيانة والفحص المعتادة اعلنت الصين تسجيل 580 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق ضعف الاصابات عن اليوم السابق وكانت مقاطعة جيلان الشمالية الشرقية هي الاكثر تضررا حيث وصلت الاصابات لأكثر من سلسة الاف وفق لجنة الصحة الوطنية واغلقت السلطات ما لا يقل عن 11 مدينة في جميع انحاء البلاد بسبب موجة التفشي الاخيرة بما في ذلك مدينة شنغان معقلة تكنولوجيا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة قررت استراليا رفع الحضر عن السفن السياحية بعد مرور عامين من فرض القيود لمواجهة فيروس كورونا ذكرت مصادر صحفية ان السابع عشر من ابريل سيكون موعدا لعودة الرحلات البحرية والتعايش مع الفيروس بعد ان وصلت مستويات التحصين لاعلى مستوياتها بالبلاد ما ينعكس ايجابيا على اقتصاد وسياحة البلاد يذكر ان 18 الف عامل في قطاع الرحلات البحرية خسروا وظائفهم اثناء الحضر وبلغت الخسائر نحو 5 مليارات دولار بحثت المديرات التنفيذية للأكيدمية الوطنية لتدريب رشا راغب مع المدير التنفيذي للأكيدمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان الدكتور علي بن قاسم الواتي سبل التعاون المشترك بين المؤسستين وللطلع على التجربات الفريدة للأكيدمية الوطنية لتدريب وخلال اللقاء أعرب المدير التنفيذي للأكيدمية عن أعجبه بتمكين خريج الأكيدمية الوطنية لتدريب بمختلف المناصب القيادية بالدولة وبدلالاتها على نجاح بهر وفريد لتجربة مصر وإيمان الإرادة السياسية بقدرة الشباب ويعد الدكتور اللواتي من أهم خمسين مفكراً في مجال الإدارة العامة والابتكار في العمل الحكومي في العالم نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية موضحاً أن الرابط المتداول مزيف وأن هذه المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها مشيراً إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر وللفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي شدد المركز على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات وأبرزها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والذي وصل عدد مصحقي إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسر بإجمالية أربعة عشر مليون مواطن وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار جنيه سنوياً افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعروي ومحافظ بن سويف محمد هاني غنيم الكورنيش السفلي والممشسي أحي بتكلفة حوالي مئتي مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستمارية للمحافظة وذلك على همش احتفال المحافظة بعيدها القومية وأكد شعروي حرص الدولة على توفير متنفس حضري لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات تنفيذان لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل على غرار مشروع ممشى أهل مصر من جانبه أكد محافظ بن سويف محمد غنيم على أنه تم تصميم وإنشاء نصب تذكري جديد لشهداء الوطن وفق تراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات وماكنة شهداء مصر الأبرار مشروع كبير جدا في كونيش شايف مساحته العرضية كفيلة أنها ممكن تأدي مشروعات صغيرة وتشجع الشباب وسمعت من سيادته برضو أنه في حاليا دولاتي الغد دولاتي في عشر أكشاك للشباب بتعملت وستعامل برقورعة بالعدل بين الناس وبعضها حسب المتقدمين ونوعية الخدمة التي أدى نحن نتكلم دولاتي أنه إن شاء الله فيه شركة تأدي السيانة وخدمة بصفة عامة أنا شايف ده متنفس رائع وجيد جدا لأهل بنيسويف تمينا إن إحنا وإحنا بنعمل للممشا السياحي إن إحنا نعرف ولادنا الصغيرين بالقامات الكبيرة اللي من محافظة بنيسويف عملنا ممشا العظماء في نسخته الأولى وأطلقنا عشرين شخصية من ولاد المحافظة تقدر حضرتك إنك تعرف وتعرف ولادك الشخصيات اللي تولدت في بنيسويف اللي كان لها تأثير كبير في الدولة المصرية من وزراء وفنانين وكتاب وغيره ولمزيد من التفاصيل حول احتفالات محافظة بنيسويف ينضم إلينا مراسل تلفزيون المصرية رامي محمد رامي بداية وبعد التحية حدثنا عن التطوير في محافظة بنيسويف من حيث الممشا السياحي والكنيش السفلية برحب بك دينا برحب بك ريهام برحب بكل متابعي نشرة الثالثة من أمام كورنيش محافظة بنيسويف المحافظة التي تحتفل بعيدها القومي حيث بدأت الاحتفالات منذ الأمس وتستمر حتى اليوم فيما يخص اليوم بدأت الاحتفالات من أمام النصب التذكاري حيث تم الافتتاح وسط حضور كبير لجميع أبناء هذه المحافظة وأيضا وضع بعض الزهور وأيضا الورود على القبر الجندي المجهول تخليدا لذكرى شهداء هذه المحافظة أيضا من بين الفعاليات الخاصة بالاحتفال بعيد القومي لمحافظة بنيسويف افتتاح الممشى السياحي وأيضا تطوير الكورنيش وعدد من المشروعات التنموية ويمكن تطوير الكورنيش يمكن تجاوز 200 مليون جنيه كمان بنتكلم عن هذه الافتتاحات وهذه الفعاليات التي قام بها محافظ بنيسويف محمد هاني غنيم بمشاركة أيضا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية هذه الافتتاحات أيضا تلاها احتفالية قبرى أمام مبنى ديوان محافظة بنيسويف ويأتي هذا اليوم الذي تشت في بنيسويف كل أهالي بنيسويف الاحتفال بعيدهم القومي تخليدا وبالتزام أيضا مع يوم الخامس عشر من مارس عام الف وتسعمائة وتسعة عشر هذا اليوم الذي سترى فيه أهالي محافظة بنيسويف ملحمة وطنية كبيرة بقطع خطوط السكك الحديد لعدم إمداد قوات الاحتلال الإنجليزي بالمعدات والمؤن وغير ذلك من الدعم وهذا اليوم ستر ملحمة كبيرة وأيضا ستر فيه التاريخ الشعبي والوطني لهذه المحافظة ويعد العيد القومي لها عودة إليكم مرة أخرى بشكرك شكرا جزيلا مراسل تليفزيون المصرية رامي محمد من محافظة بنيسويف يواصل معرض صنع في مصر فتح أبوابه للجمهور حتى 23 من الشهر الجاري بأرض سينما النصر الصيفية بمدينة دامنهور بمحافظة البحيرة تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة هدف تبنته الدولة منذ أكثر من سبع سنوات وظهر ذلك جليا من خلال افتتاح عدد من المعارض والمشروعات بالمحافظات في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المنتج الوطني بما يحقق رؤية الدولة للنهوض بالصناعة ودعم الصناعة معرض صنع في مصر يواصل فتح أبوابه للجمهور والذي يستمر حتى 23 من الشهر الجاري بضمنهور حيث يضم المعرض 52 عارضا موزعين على 48 جناحا من مختلف أنحاء المحافظة لعرض المنتجات المحلية الصنع المتنوعة والتي تناسب جميع الأذواق وبأسعار المناسبة تنافس المستورد ففرصة كويسة خالص إن الناس تعرف شغلنا ونسوقه بطريقة كويسة وإن الناس لما تشوف الحاجة الطبيعة أكيد أحسن من تشوفها على النت أو كده ففرصة كويسة إن احنا نشارك بحاجة زي دي طبعا جاي أقول رسالة واحدة بس إن احنا قادرين على الإنتاج وقدرين نقدم منتج يتنافس مع أي منتج آخر أمي أقدمها برويدي التانية وأرفها عدر براية البيضاء تي إستار بأساس الأهرام وجود شاركت بيها في مرض الجداب عام 21 ومعايا برضو بعض المنتجات الجزائية صنع مصرية اللي بتهم كل بيت تمام وبقدم رسالة عن ضريق رويدي طبعا إن الفتاة المعاقة لها لها إداقتها اللي ممكن تضلعها في إبداعات كده بيه نحن عندنا منتجات هاند ميد المفروض المنتجات دي جودتها عالية جدا بس بسعر معقول جدا يعني يعتبر بسعر التكلفة طبعا المعرض ده يعني فكرة جميلة وياريت لو استدامت كل الحاجات دي منتجاتي وشغل إداية بعمل ثوريهات وبيتي وأطفال بعمل كل حاجة أي حاجة تخص الخياطة بعمل معرض صنع في مصر يهدف لترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع بين مواطن المحافظة للمساعدة في تصويق لهذه المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادية بدون أي التزامات مالية عليهم وفي نفس الوقت يلبي احتياجات الجمهور ورفع العباء عن كاهد الأسر والمواطنين أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق قوافل وصل الخير للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كارتونة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي لتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتبدأ فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية تحميل شاحنات استعدادا لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين في عدد من المحافظات كمرحلة أولى تضم البحيرة وبنسويف والشرقية وكفر الشيخ والمينيا وذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية هذا وسوف يتم استكمال حملة المليون كرتون على مختلف مراكز وكرة محافظات الجمهورية تباعا خلال الأيام القادمة وصولا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئة الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك بحثت وزيرة تضامن الاجتماعي نبيين القباج ومحافظة الغربية طارق رحمي عددا من الموضوعات الخاصة بزاو الهمم ومراكز تنمية الأسرة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك في مستهل زيارة الوزيرة للغربية استعدادا لانطلاق فعالية مبادرة قادرون باختلاف بجامعة طنطة وعقب اللقاء قامت الوزيرة والمحافظ بتسليم مائة خلية نحل العشرة مزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد للدخل وداعم للمزارعين يأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية وذلك لإقامة وحدة انتاجية لمنتجات نحل العسل وذلك بطاقة ألف خلية تتضمن مستلزمات الانتاج والتشغيل بإجمالية تكلفة مليون وخمسمائة ألف جنيه أطلقت مدرية الصحة بأسوان القافلة الطبية بقرية توشكا غرب التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمت القافلة وعشرة تخصصات طبية مختلفة وتم توقيع الكشف الطبي على ألف ومائتين وخمسة عشر شخصا من أهالي القرية وصرف العلاج بالمجان نعم القافلة الطبية فيها عشر تخصصات من كبار الأخصائيين بالإضافة إلى جهاز الأشعة والمعمل اثنين معمل طفيلات والدم بالإضافة إلى التحويلات خاصة بالأمراض المزمنة اللي هي الدم والسكر والتحويلات اللي خاصة بالعملات الجراحية الأقرب من استشفيات خاصة بوزارة الصحة مبادرة حياة كريمة في قرية طوشكة غرب هنا متواجدين أنفوز وحنجرة وفي حوالي عشر تخصصات برضو تانية أسنان ورمض ونسا وأكتر من تخصص متواجدين معنا حوالي 120 دواء متواجد معنا هنا بنشتغل في أغلب الحالات للكرة المحتاجة وأي حالات محتاجة تحويل أو رفير لمستشفى طبعا بنحولها بنشتغل مع الحالات اللي نقدر نتعامل معها هنا أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة وقد نصت القرارات على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم والرياضة ألقت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط كلمة في افتتاح معرض ومنتدى اكسبورت سمارت والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكلة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دفع العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة معنا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحرص وزارة التعاون الدولي من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإلمائية الميسرة لدعم هذا القطاع الهام حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناع والتضامن الاجتماعي اجتمعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقية بقيادة كافن كاريوكي نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر والعديد من المسؤولين بالبنك شهد هذا اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة مع البنك من بينها استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 والاستراتيجية القطرية التي يتم إعدادها ومساعي الوزارة لتدشين إطار دولي للتمويل المناخي وكذلك بحث تأثير التحديات العالمية اقتصاديا على دول قارة أفريقيا أكد وزير البترول طارق الملة أن القطاع يعمل على تنفيذ مشروع طموح لربط كفة الهيئة وشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة لها في منظومة رقمية موحدة تهدف إلى توحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة العمليات جاء ذلك خلال اللقاء وزير البترول مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي للشركة ساب العالمية للبرمجيات كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الشركة العالمية والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية المتميزة التي توفرها حتى الوصول للتحول الرقمي الكامل بقطع البترول التقى وزير البترول طارق الملة بوفد من شركة ميثانكس العالمية التي تستثمر في صناعة البترو كيمويات مصرية بشراكة مع قطاع البترول من خلال مصنع إنتاج الميثانول بمحافظة دميات تناول هذا الاجتماع أحدث برامج المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع المحلي بمحافظة دميات والذي يتمثل في المشروع الذي تتبنى بشراكة مع منظمة العمل الدولية تحت اسم وظائف لائقة لشباب مصر وذلك لمواجهة تحدي بدميات والذي يهدف في هذه المرحلة لتأهيل مائة شاب وشابة لدخول سوق العمل في مجال صناعة المواد الغذائية بالمحافظة وإلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع وتموين والدخلية ورئيس المخابرات العامة وجه رئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيم مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرات الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة توفير الارصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغبائية الاساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الاطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغبائية الاسية للدولة واكدا توفرها بالكميات المناسبة للمواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة اشهر كما طلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الاسعار في هذا الاطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة انتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم ذلك تسعيره على ان تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم من المخابز لضبط السعر مع قيم مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الاضافي لسعر اردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والاعلان عنه في اقرب وقت ممكن واضف المتحدث الرسمي انه في اطار دعم الفئات الاكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير استلع الغذائية منخفضة الاسعار اكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية وصلنا الى ختام نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى تذكير باهم ما جاء بها من انباء الرئيس السيسي وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفع ثمنه مدبولي يؤكد ان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والافارقة اولوية للحكومة في هذه المرحلة في اليوم العشرين للعملية الروسية في اوكرانيا روسيا تعلن سيطرة على خرسون بالكامل واوكرانيا تفرض حضرا لتجول بكييف وصلنا الى ختام نشرة الثالثة تحية لكم والى اللقاء